حضراتكو الملطقة الشبابي الأول لمواجهة الشائعات وتأثرها على الأمن القومي زي ما قلت في المقدمة حضراتكو قد إيه هذه الأشعاعات ممكن أنك أنت تسيطر على عقول الشعوب فتفقد الثقة في جيشك في شرطتك في رئيسك في رئيس بلدك يعني أو أمير بلدك وتفقد الثقة في الدولة بشكل عام فتبتدي تسقط هذه الدولة بشكل أو بآخر زي ما شفنا في الربيع العربي زي ما شفنا قبل 25 يناير وبعد 25 يناير وتولي الرئاسة الإخوان الإرهابية لحكم مصر والحمد لله فضل الله الشعب المصري عادل الدفة تاني حوالين هذا الموضوع الهام جدا للشباب وخصوصا أننا بجمهورية مصر العربية وجمهورية الجديدة نهتم بالشباب أكثر وأكثر في كميع المجالات من ضمنها الوعي لما عندك وعي ضيف اللي منورني فيه الستوديو الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مساء الخير يا فن مساء الخير يا أستاذ عشرف منورنا حضرتك أهلا بك أهلا وسهلا الملتقى الشباب الأول لمواجهة الشائعات وتأثرها على الأمن القومي المصري إزاي الشائعات ممكن تأثر على الأمن القومي المصري بص طبعا سلاح الشائعات ده سلاح عالمي معروف من زمن منذ أيام الحرب البردة يعني لما توقفت المدافع وأصوات المدافع والقنابل سواء العادية أو النووية بدأ استخدام الشائعات إسقاط الاتحاد السوفيتي ما تمش بالقنابل النووية تم بتفتيت العقلية السوفيتي عن طريق بس إشعاعات عن طريق جذب الشباب للثقافة الأمريكية أو للثقافة الغربية أو بشكل أو بآخر تشكيك في القيادة تشكيك في الخضرات تشكيك في إمكانية أن الدولة السوفيتية تبقى دولة عظمى لا دي كل ما كانت الجمهوريات الموجودة وكان فيه أكتر من 11 جمهورية كل ما كانت كل واحدة مستقلة كل ما كانت هيبقى انتاجها أكتر هيبقى ظروفها أحسن وهكذا وبدأت وتفتت بالفعل الاتحاد السوفيتي لا بقنابل نووية ولا بصواريخ بلستي ببسل بعض الرسائل التي كانت ترسل عبر قيادات عبر منصات معينة وهكذا وفي الآخر قدر بوتين يعني يلملم الفتاة وكوّر روسيا من جديد مش للتحاد السوفيتي لكن عشان إيه؟ لكن طبع هاي هاته هنيعود إلى ما كان عليه وهكذا إحنا شفنا في الربيع العربي في شاعة كده مثلا طلعت في ميدان التحرير قالك الرئيس مبارك رحمه الله صاروته الشخصية سبعين مليار دولار روبرت فيسك صحفي علامي اللي كتب الكلام ده الدنيا ولعت والناس يعني اللي عنده طاقة واحد بقت ألف والناس بدأت تحسب قديه نصيب أنا من سبعين مليار هاخد كام؟ والناس تواكلت ونامت وبطلت تشتغل ومعدل الإنجاب عالي جداً بقينا كنا بنجيب مليون كل عشر كل سنة بقينا بنجيب 2 مليون كل عشر شهور الفلوس كتير إن شاء الله جاي في الطريق وكذا فأنت عايز تهدم بلد اهدم رموزه برسائل معينة بشاعات معينة اهدم رموزه اهدم قيمه غيب الوعي وتغيب الوعي ده سهل جداً يعني انت ممكن تنظم كتبة محترمة جداً وتعطيها على السوشيال ميديا والناس تواكلت تخبط بعض اه دي صح لا غلط غلط لا صح مين لا لا انا بشوف ساعات خبر مفبرك اليوم السابع والبج بتاع اليوم السابع والبتاع ورئيس الوزراء وصولة رئيس الوزراء وصطرين ثلاثة كده مستحيل يقولهم رئيس الوزراء بس في نفس الاطار اللي حضركم تتكلم فيه انه كنت الدول ممكن تسقط ولا بدبابة ولا بسواريخ ولا بمدفعية ولا طيارات ولا اي حاجة خالص مجرد شائعات هل ده ما حدث ايضاً في العراق وسوريا والليبيا واليمن والسودان وهو في السودان حد يجي من بره فكك السودان واللي اسمها اه كذا هي حد بيغزي بيغزي حد قواء داخلية وهي اللي خلت السودان سودانين ودلوقتي عايز السودان عايز كردوفان عايز بها ودرفور عايز اقوها كذا ومن اللي بدأ في سوريا سوريا منها فيها قالك الجيش الحر وبعد كده بقى يتغزى من بره جماعات الاخوان فاكر انت حي على الجهاد في سوريا في الاستاد طبعا في الاستاد عندنا استاد نحن حي على الجهاد في سوريا هيحرروا القدس من خلال سوريا ونفس الكلام وهكذا يعني اذا كنت بتسترجع التاريخ اللي كسر العراق جزء منها واللي كسر سوريا جزء منها من شعبها واليمن وهكذا واليمن من الجزء الحوسيين اتغزى من الايران فبدأ يصور على الحزب الحاكم حزب المؤتمر وهكذا وبعدين دلوقتي الجنوبين بيقولوا عايزين ناخد عدن ونرجع تانى دولة اليمن الجنوبية وهكذا تفتيت المفتت وده دايدا كل الدول التي يعني تخطط لهذه المنطقة هو تفتيت المفتت وتقسيم المقسب علشان تفضل دول ضعيفة ودويلات وتحرمها من اي تخد هذا الملتقى كان رموز الحاضرين بعض الوزراء الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة الدكتور محمد بختار جمعة وزير الاوقاف الدين والكاتب الصحفي اكرم جبر رئيس المجلس الاعلى للتنظيم الاعلام الاعلام التلات تخصصات دول اكيد ليهم دور قوي جدا في انك انت تبث الوعي لدى الشباب عشان نقدر نقاوم الشائعات تعليق حضرتك تعليقي انا طمام احترامي لكل هذه القامات العظيمة المنصات التقليدية لم تعد الشباب بتفتحها ولا بتتابعها الشباب طول وقت قاعد على موبايلو او على اللاب او الايباد على انترنت اه اه على الشبكة العنكوبوتية تمام يعني الخبر بيدور عليه من انه حتى المطش بيشوفه على المتعرفين وكذا لم تعد الرسالة العالمية التقليدية قد تصل الى الشباب تصل للسن بتاعنا تصل للخمسينات مثل كده لكن انت عايزت خطر الشباب خطبهم على قدر اقولهم اقولهم هي العمل من خلال المنصات الاعلامية على السوشيال ميديو مفيش مانع ان احنا برضو يعني ده رقم ما نعملش الدور اللي بيحصل في موضوع الدين وانه هما يخشوننا من مجال الدين تمام وانك انت يحرفوا التفسير الخاص بالدين اذا كان في القرن الكريم ولا في الاحاديث النبوية احنا دلوقتي انت لما بتفتح السوشيال ميديا كلام كتير يقولك على الديانة الإبراهيمية سمعت الكلام ده؟ سمعت ديانة الإبراهيمية ومين اللي بيروج ده ومين اللي بينقلها ومين الصفحات اللي بقيت بتشوفها والناس بتناقش فيها طب مين اللي بسها طب مين اللي قالها طب مين بيغزيها طب مين بعززها وهكذا وبعدين تبدأ كرة التلج تكبر وتكبر وتتدحرج وتنتشر وتتوغل وهكذا مين عبر منصات السوشيال ميديا ومبقيتش منصات السوشيال ميديا بفيسبوك انستجرام وتيك توك وهكذا تويتر وأعد بقى يعني ولين كان و في كذا منصة وكذا فإذا كنا عايزين فعلا احنا نخاطب الفئات العمرية المستهدفة لابد أن بالإضافة طبعا للإعلام التقليدي أن يكون هناك إعلام منصات تبس عبر السوشيال ميديا لتصحيح المفاهيم المغلوطة لأنه كمان الناس مشدودة في علماء من الأزهر أو يحملون جهادات من الأزهر الله أعلم مش عايز أقول أسماء لكن بالنسبة عاملهم فتاوي لا تخنق وبعد كده حد يطلع تاني يصححها وهكذا هل هم قالوها ولا ما قالوهاش قالوها وحد حرفها ونشرها وهكذا فلا شك أنه بردو اللعب يدين أيقونة الشعوب الأديان يعني أفيونة الشعوب يعني فإذا كنت أفيونة الشعوب نعم هي طبعا عايز تخش للناس تخترق خش من الباب ده وتكلم وممكن أخذك شوية 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 وطلعك عن المسار وممكن أزبطك تمام وممكن يفن أزبطك يعني أزبط البصلة تمام اللي يزبط البصلة مين اللي هي الجهات الحكومية المتخصصة من خلال منصات إعلامية متخصصة تخاطب العقول على قدره الإعلام في الإعلام قنوات فضائية قنوات فضائية والسوشيال ميديا لابد أن يكون هناك فريق يعمل على السوشيال ميديا يستطيع أن يخاطب العقول يخاطب الشباب على قدر عقولها وعلى قدر تفكيرها وعلى أدواتها وهي أدوات العصر حضراتك قلت من شوية الجملة أنا عجبتني جدا يا إما يرجعك تاني على تراك صح يا إما تخرج بالضبط تخرج دي معناها إرهاب لا ما هو الإرهاب فكري الإرهاب ده فكر هو الإرهاب مش سلاح مش سلاح بس يعني الإرهاب السلاح البس ده ده يعني النوع المتطرف جدا لكن الإرهاب الفكري إنه يستخدم إزاي يحول عقول الشباب ويخليها تصب في نهر آخر غير النهر الدولة فيشعبها فيخليه متفتت ويخليه متشتت ويفقده الثقة في الواقع ويفقده الثقة في قيادته ويفقده الثقة حتى في الإنجازات اللي يعنيه شايفها اللي يعنيه شايفها ويقوله لأ ده صدي ديون ودي مش عارف إيه ودي حاجات وولادك هيسدده تمنها وإنت مش عارف إيه ويفدأ حتى اللي تعمل الموجود اللي هو شايفه بعنيه يبدأ يشكك فيه رغم إنه هو شايف هذا الإنجاز بعنيه تمام؟ بيستخدم إزاي؟ إنه هو إذا كان شايف هرم من الإنجازات فهو يفتته له لطوب صغير علشان ما يحسسوش بقيمة وإنه ما فيش قيمة قدامه وعلى فكرة ده بنشوفه في بعض القنوات حتى المعادية اللي كانت بتبس ضد مصر وإن كانت خفتت حدتها شوية بقدر كبير لكن كانت بتعمل كده تشوف إنجاز معين تقعد مكسر في الإنجاز ده وتقولك آه الله وإزاي؟ ده بيعمله عاصمة إدارية والناس في الصعيد مش لا يتاكل ويجيب لك الأرض مشققة من قلة المية والمش عارف إيه وإيه يعني يعمل سبوتينج على حاجات موجودة بس لكنها ليست يعني متسع ولا مساحات كبيرة ولا هكذا يعني أو كانت موجودة أو هكذا فيقدر يجذب مشاهدة من ناس معينة والناس دي ينمي فيها ده يكبروا بعد شوية وبعدين يشحن والناس دي وراهم ناس برضه أو يشحن ويشحن ويشحن وهكذا فهخلي الناس الطاقة السلبية تزيد فلما الطاقة السلبية تزيد يبقى ناقم برغم إنه لو وقف مع نفسه شوية ولا أحد ياخده الناحية التانية من خلال السوشيال ميديا أو من الإعلام ياخده بس يوريه الحاجات الطاقة الإيجابية هيرجع له الطاقة الإيجابية بسهولة جدا ومبساطة جدا بس عايز يفسر له المفاهيم اللي سماعها دي بطريقة مغلوطة وعلى فكرة إنت لما بتلاقي حاجات معينة على الواتساب تلاقي حاجة بتتشاير على الواتساب والكثير بيحصل معي هنا أكتب يا جماعة الكلام ده مش صحيح ومش معقول ومش منطقي واللي بيعمل التشيير ده أرجو إنه يخف هذا التشيير لإنه واحد واثنين وثلاثة دول حلوم كذا وكذا واربعة وخمسة وستة دول غير منطقيين وستة وسبعة وثمانية دول مستحيل يحصلوا بتحصل كتير جدا حتى في جاحت كورونا لإنه طبيب طبعا كنت بلاقي حاجات غريبة جدا الناس كتبها وبتتناقلها ووصفات ومش عارف إيه ما أنزل الله بيها من سلطان والناس بتتناقلها بشدة وبقوة يعني انتعرف تكتب بوست يهيئ لك إنه صح أو يشبهو لك إنه صح أو يوحو لك إنه صح بعد عشر دقايق يبقى عند مئة واحد على نهاية اليوم يبقى عند مليون تاني يوم يبقى مع خمسة مليون حاجة مش طبيعية لأنه في الناس بتشاير من غير حتى ما تتيقن وحتى ما تقرأ ولا تعرف أصل الموضوع وهكذا بعد بؤسسات الدولة ذكرت إنك أنت في اليوم الواحد ممكن تلاقي متين تقريبا متين إشاعة في جمهورية مصر العربية هل تفتكر المتين إشاعة دون ممكن اليوم في أي دولة تانية غير مصر؟ مرسوط طول ما أنت عندك قوة معادية للدولة طول ما أنت هتلاقي دائما من يبس ضد في جماعة معينة كرهة أي حاجة في الدولة يعني بريطانيا مثلا عندهم في بريطانيا عندهم متين إشاعة كل يوم عن أي مؤسسة في الدولة؟ لا لأنه بريطانيا ما عندهش جماعات منهضة كان زمان عندهم مشاكل مع الشمال وبتحلت كان فيه مشاكل سويتلندا وهكذا وخلاص الموضوع تحلوا واحد من الأسليب اللي كانت تقدر تقف قدامها من الشعاعات كانت في هذا الملتقى الشبابي كان يتكلموا إن إحنا لازم يكون فيه سرعة من الدولة لتصحيح الأشعة إيه أهميت ده؟ ما هو أنت عشان السرعة دي ليه؟ علشان زي ما قلت لحضرتك الصبح تقراها بآخر النهار يبقى تبقى بمئة ألف بكرة الصبح تبقى بخمسة مليون فإذا ما لحقتش انت تصحح بدل ما بتصحح لمية هتصحح لألف فهيبقى صعب ودايما البومينج بيحصل من الحقيقة الغلط فإذا ما لحقتش يعني معظم النار من مستصغر الشرر بالزبط دايما لما يشب حريق في مكان كده يقولك من مس كهربائي من عقب سجارة هو ده الأساس فإنت عايز تلحق العقب ده ولا المس الكهربائي ده علشان قبل ما ينتشر علشان تقدر تصحح فبالتالي ما ينتشرش أو حتى على الأقل اللي سمعه يبقى عنده حاجة مضادة بتصححه بتلحق تصححه فيه مفهوم فيه يعني تفسير واضح ودايما يفضل في رأي الشخص يعني انه دراسة منطقية الرد دراسة منطقية الرد ما ينفعش رده بس لازم يبقى في دراسة لمطقية الرد يلازم يكون الرد ده لما قولوا الأستاذ عشرف والدكتور صلاح والأستاذة فريدة والأستاذة يعني كله استطلع كده ايه مدى قناعتكو بالرد لانه القناعة دي مهمة جدا لانه صحيحانا يبقى فيه رد حقيقي وسليم ومية في المية بس مش مقنع مش مقنع اه لازم يبقى فيه دراسة لقناعة الرد ازاي الرد ده مقنع لازم يكون اللي بيرد ده بروفيشنال بحيث يستطلع عقول الناس اللي هو فيه جهة دلوقتي في مجلس الوزراء الحقيقة بترد بشكل قوي جدا وبكل شاعب تطلع يعني بيبقى فيه سرعة مباشرة جدا ايا كان لوقت في انك انت تصلح المعلومة غير السوشيال ميديا حضرتك فاكر ايام الحرق الكنائس ده واحد اعتقد من ضمن الاساليب الشائعات انك انت يقولك يعني اخوك المواطن المسلم هو اللي ممكن يكون حرق الكنائس دي عندك وبناء عليه كان نفسهم يحصل طول التاريخ الصراع ما بين المسلم والمسيحي في جمهورة مصر العربية لكن بفضل الله المواطن المصري اذا كان مسلم او مسيحي فاهم كويس اوي هذه الخطة لا هو في حرق الكنائس ده اصلاحنا كان فيها لك دلتقصي حقائق وانا كنت فيها فيعني حرق الكنائس ده كان نوع من حرق الدولة هو عايز يحرق الدولة بس متمثلة في الكنائس ايبا عايز يحرق الدولة فكان ازاي يحرق الدولة هو عنده كان متخيل ان صورة 30 يونيو دي مثلا كان شعلتها المسيحيين وان هما اللي كانوا بيشعللوا او وقفين ازاي يعني اذا كانوا اللي تلقى ده 30 مليون وزا كان عدد المسيحيين في مصر 10 في المية ب10 مليون ازاي يعني لو تلعوا كلهم عن بكرة ابيهم باطفالهم فطبعا هو كان عايز يرحي للمسلمين ان اللي عاملين كده المسيحيين احنا بقى لازم نحرق لهم كناسهم لان هما اللي عملوا كده لان هما اللي عملوا فهو كان بنوع من عايز يشعل حرب اهلية ما هي كلمة حرب اهلية دي هي عبارة عن شائعة طبعا لا اهم انا شائعة ده خلاح حقيقة وهو خلاح حقيقة لانه حرقلهم الكنائس فهم بس هما لولا انه البابا شنودة الله ارحمه كان عائل وقال خيره لانا يعني ان نعيش بلاكنائس افضل من ان نعيش بلا وطن تمام واه ان احنا اذا ما ادناش نصلي في الكنائس هنصلي في المساجد ده البابا توادروس يعني اعتقد ايميا كان البابا شنودة اعتقد يعني لا في تصريحات كتير للبابا توادروس وبعد ذا يعني تبعا وقال ان احنا لو لو حرقلنا الكنائس هنصلي في الجامعة لو ما حرقلنا الجامعة هنصلي في الشارع مع بعض نفسهم بالزبط كم احنا فاكرين ان الناس كانوا في 2011 في بداية الثورة لما كانت لسه في ثورة يعني بيضاء كانت الناس بتصلي الجمعة أو الجمعة اللي ما كانش بقى لجمعة الشرعية ولا جمعة الجهاد ولا جمعة كان اللي بيصلوا والمسيحيين هم اللي وقفين بيحرصوا وبيعملوا الميزان وهكذا فيعني حاولوا يلعبوا على هذا الوطر كتير وطبعا الحقيقة أنه لا المسلمين ادوهم فرصة ولا الأخوة المسيحين ادوهم فرصة وكان فيه يعني الترابط كل ما يحاول حد يدق يسفين الترابط يزيد أكتر والترابط ده في الداخل وفي الخارج الحقيقة يعني حتى لما بيروحوا الرئيس أي زيارات في الخارج بتلاقي يعني جموع من كل المهجر وبالذات أخباط المهجر في استقباله استقبال حافل صحيح فيعني ده فشلوا فيه فشلا زريعا ما قدروش خلاص يعني الملف ده ما قدروش يدخلوا منه مطلقا فعشان كده دلوقت بيحاولوا ان هم يستقطبوا بعض أفكار الشباب التشكيك في بعض ما يتم من إنجازات في الوطن أيام قناة السويس مثلا لما تحفرت قصته دي ترعى وترعت مش عارفة مو ايه ودي كلفت كذا ومش هتبقى لها قيمة ومش هتبقى لها فايدة وخل بقت فيه ديون صحيح وانتو خد منكو لمو منكو ستين مليار وهي بكلفت عشرين مليار وهكذا وبدأوا مش عارفش تجابوا الأرقام دي منين يعني زي كلفت وهم الستين مليا دي قدرنا احنا ادخدناه من الناس ورجعناهمش العكس ده كان فيه ودايع والناس بتاخد يعني أرباح على الودايع واللي عايز استرد بعد كده استرد بقى ثلاث سنين وزمانه الناس استردت والقناة عملت والناس استردت ودايعها والقناة بتدخل داخل كويزيد دان في كاريخ كله وستة مليار دولار دلوقتي آخر داخل القناة بالسنة الفاتد ستة مليار بزيادة تعريبا أكثر من مليار دولار عما كانت وسوف تزيد ان شاء الله في الفترة القادمة لأنه أسعار الرسوم المرور ستتغير مع تغيير أسعار البترول يعني أسعار البترول بتاعها فلا بد من تغيير الناس انا اسمعت الكلام ده من الفريق صامرابية يعني عايز اقول ان احنا لا يفت في عدد الدولة أبدا الشائعات مهما كان لكن هو الحرص دائما على الرد السريع مطلوب الحرص على الرد ان يكون واضحا ومقنعا مطلوب جدا ان يكون الرد ليس فقط عبر وسائل الإعلام التقليدية ولكن ان يكون عبر وسائل المنصات الإعلامية الشبابية اللي هي الديجيتال بعد ثورة تلاتين ستة 2013 حضرتك شفنا قد ايه الجهات الأمنية مسكة اللجان الإكترونية اللي كانت بتفبرك وتعمل أشعات بأخبار كاذبة في ان هي تعمل ترند لخبر معين عشان الناس تشوفوا أكتر وأكتر وبالفعل اللي جان الإلكترونية دي أعتقد أن ما بيتش تقريب ما بيتش موجودة يعني الجهات الأمنية قدرت أنها تمسك عدد كبير جدا منها عايز أستأذنك تقولي أنت عندك حق أو ما عندكش حق يا أشرف هل الناس دي من قبل ثورة 25 يناير استخدمت المرأة بشكل أو بآخر في النهية من وهي صغيرة يستقطبوها بشكل أو بآخر يخش فيها في دمخها العديد والعديد من الأفكار المسمومة فتصبح هذه المرأة أو الشابة دي بعد كده أم فتزرع أفكار معينة مختلفة عن المقتنى مع المصري اللي بقاله 7000 سنة وانا غلطان بص حضراتك لا مش غلطان طبعا تأول بخش كل الطب طبعا الأصر العيني ده كان معقل الجماعة الإسلامية وانا طبعا خارج الأصر العيني بالسبعينات فكان أول ما تخش كده تلاقي حد يسلم عليك وبعدين يشوف احتياجاتك وبعدين انت عايز مذكرات ايه وبعدين انت عايز تخش ايه طب عندك سكن ولا ما عندكش طب هيسكنك مع مجموعة من الاخوة طب لا مش عايز تسكن لا عايز تروح مش عارف ايه طب انت بتاخد حد بتاخد دروس ولا حاجة ولا ممكن نضمك لمجموعة طب انت بتلعب فينا علشان ممكن نلعب مع بعض تربيزة البنج اللي عملينا الشباب في المنج طب نروح نصلي في المسجد الكلية وبعد كده نروح نصلي عند الشيخ صقر في كذا وبعدين نروح نصلي عند الشيخ مش عارف مين في المهندسين وبعد كده هنجتمع وبعد ما نجتمع وهذا الكم الرهيب من دروس الدين اللي كانت بتجمع في عدد كبير من محافظات مصر كأنه كأنه المرأة المصرية من يعني يعني ما بتعرفش حاجة اسمها عن الإسلام مثلا من طور عمرنا الأجيال بتعرف عن الإسلام وأكتر بلد بتحب الصلاة وبتحب الصم وبتحب الحج وبتحب العمرة وده أنا كان اللي بتم مع الطلبة الجامعية بنفس المنطق ده كانت البنات نفس القصة وشوية شوية انت شعرت لا لازم تحجي بيه انت شرفيه لا ما توقفيش معفو لا ما تكلميش لا 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 ده حرام ده لا ده كذا لا كذا وكذا بدأوا يفصلوا في المدرجات ما بين الطلبة والطالبات الطلبات في ناحية طلبة في ناحية ولما يشوفوا حد مدرج مختلط يعملوا يعني حاجات بدأت الخصة من هكذا وتفاقمت روايدا 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 إلا إن جينا نعمل حفلة في الأصر العيني كان الله يرحمه هاشم فهاد عميد الكلية فرفضوا وقفوا بالجنازير والجلاليب علشان ما املوش الحفلة ده سنك كام الحفلة؟ ده كانت الحفلة ده ألف وتسعمية واحد وتمانين تمانين تمانين كان رئيس رئيس السادات اللي ارحمه كان وزير الداخلية النبي إسماعيل نعم واتعملت الحفلة وزير الداخلية بعد قوة حصلت الأصر العيني واتعملت الحفلة يا مهاشم فؤاد وتمت وكذا حضرتك معي في إنه استقطابهم إنه هم تلاميذ صغيرين بعد كده التليزة دي هتبقى أم فهتدرس خلاص بقى تستمر وبقى هم بقى جماعة وهم جماعة الإسلام هم جماعة الإسلام لو فيه سفر للخارج يسفروه كنتا لو فيه عقود يودوه كنتا لو فيه ميزة ليه كنتا لأن انت جماعة الإسلام يعني هم بس اللي بيعتبروا نفسهم المتحدثين رسميين باسم الإسلام الباقي مش إسلام ناقست دقتين تفضل عايزة انتهز لحضرتك عوضة مجلس القاومي لحقوق الإنسان فيه خط رفيع جدا مبين حقوق الإنسان بشكل عام ومبين إنك إنت تقدر تبقى بتقول رأيك بشكل ضد البلد إنك إنت تساعد على إنك إنت يبقى فيه تداول لأشعة معينة ممكن تهد بلدك فيه خط فاصل صغير قوي بعد إذنك سريعا حرية الرأي ليست مطلقة والحرية المطلقة مفسدة مطلقة لابد أن تكون الحرية مسؤولة الحرية المسؤولة إن أنت تعرف خيرك من شرك وإن أنت ما تكتبش كلمة إلا ما تكون عارف قدرها وتوجهها المين ومن أجل مين وهتعمل إيه وتأثرها إيه الكلمة الكلمة شرف والكلمة تفرخ بين بغين ونبي وبعض الكلمات نور وبعض الكلمات قبور فلابد أن تكون كلمتك تبني ولا تهدم تطفئ ولا تحرق كلماتك لازم تبقى موزونة كلماتك المكتوبة طلقات خرجت مش هتقدر تصحبها فلابد أن تكون في اتجاه البناء إذا كانت في اتجاه الهدم فأنت خسرت وخسرت بلدك وخسرت دنيتك وربما تكون خسرت آخرتك فلابد أن تكون الكلمات موزونة وموضوعة في مكانها بكل حرفية هذه هي حقوق الإنسان حرية الرأي ليست معناها الانفلات حرية الرأي ليست معناها أنك تشتم لرؤسائك ولا دولتك ولا وزيرة حتى وإن أخطأ حتى وإن أخطأ فإن أنت تشير إلى الخطأ ولا تقدم المخطئ لأنه ده إنسان وكل من هدم خطاء وخير الخطائي من التوابين فأنت لما حد يغلط بتصحح خطأه ومش بتعاقب المخطئ أن أنت تموته أنت بس بجاست أن أنت بتبين له الخطأ تبين الخطأ بموضوعية وتقول إيه هو الصح من وجهة نظرك ربما وجهة نظرك ما تكونش كمان صح لأنه قولي صح صحيح يقبل الخطأ وقول خطأ يقبل الصحيح وده المذهب الإمام الشفعي فيعني محدش أبدا في الدنيا قال إن حقوق الإنسان ولدت من أجل الهدم حقوق الإنسان ولدت من أجل البناء بتعرف إيه واجباتك وإيه حقوقك قبل ما تسأل عنه أنا عايز إيه أنا ديت إيه أنا عملت إيه أنا عملت اللي علي عشان أخد اللي أنا عايزه وكلنا اللي عملنا اللي عانينا أكيد البلد دي هتبقى رائعة جدا وكلنا هنلاقي كل اللي إحنا عايزينه فيه هنلاقي الجمال وحنلاقي المتعة وحنلاقي النظافة وحنلاقي كل حاجة حلوة آخر جملتين حضرتك دول بعد السؤال اللي أنا سألته دول مفروض يبقى يعني منشط وتتر لأي لأي حاجة إعلامية الدكتور صلاح سلام معض المجلس القومي لحقوق الإنسان نورتنا وشرفتنا فندم وإن شاء الله حضرتك تشرفنا تاني قريبا جدا بإذن الله تعالى أشوفك على خير بإذن الله تعالى ده كان يومنا النهاردة في صفحة جديدة وإن شاء الله بكرة نفتح صفحات جديدة في مستقبل حياتنا الجمهورية الجديدة بإذن الله تعالى ما تنسوش الكمامة التباعد غزيل الإيد والتطعيم تصبعوا له